تتذكرون تعريف التوحيد إمامنا الرضا عرفه لنا هو الذي أنتم عليه ولا يتهو علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي التوحيد هو الذي أنتم عليه كلماتهم واحدة غاية الأمر أن التعابير والألفاظ تارة تكون مجملة موجزة وأخرى تكون مفصلة مبينة بحسب المقام فلكل مقام مقال وتلك هي الحكمة التي لا تفارقهم في حال من أحوالهم هم حكمة الله جل تعالى شأنه وتقدس حكمة الله أين تتجلى تتجلى في محمد وآل محمد في أتم نشآتها وفي أعلى مراتبها وفي أكمل تجلياتها التوحيد هو الذي أنتم عليه هذا هو الجزء التاسع والثلاثون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والأربعين بعد المائتين صفحة 249 إنه الحديث الحادي عشر بسنده إنه نقل الحديث عن بشارة المصطفى بسنده عن الصدقة بن موسى عن موسى بن جعفر عن إمامنا الكاظمي عن أبيه الصادقي عن جده الباقري إنها أحاديث سلاسل الذهب والكلام كله من ذهب إنه الذهب المصفى من شفاه محمد وآل محمد على أي حال إمامنا الكاظم يحدثنا عن إمامنا الصادقي عن إمامنا الباقري وإمامنا الباقر يحدثنا عن جابر الأنصار قال قال رسول الله وإنما يحدث الباقر عن جابر الأنصار لأجل أن يصدقه أهل المدينة ألا سود الله وجوههم الروايات تخبرنا من أن الباقر حينما كان يحدثهم عن رسول الله كانوا يكذبونه ولكن حينما أخذ يحدثهم عن جابر الأنصار قالوا نعم فإن جابرا قد أدرك رسول الله الموازين هي هي نفس الموازين التي أنشئت عليها حوزة الطوس على أي حال فإمامنا الباقر يحدثنا عن جابر الأنصار عن رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام هنا كلام رسول الله ماذا يقول سيد الكائنات إني لأرجو لأمتي إني لأرجو ما قال إنني للتأكيد وجاء بإن هنا للتأكيد والتشديد إني لأرجو وهذه اللام للتأكيد أيضا هذه لام التوكيد إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله لماذا لأن المضمون واحد المضمون هو هو البيان الذي تقدم ذكره في مضمون بيعة الغدير المحمدية هو هو هذا بعينه في الحلقات السابقة رسول الله يقول إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله المضمون هو هو الذي تحدث عنه إمامنا الرضا في حديث سلسلة الذهب المضمون الذي ذكره لأهل نيسابور والمضمون الذي ذكره لخاصة شيعته لأهل نيسابور قال لهم بشروطها وأنا من شروطها حينما كان الحديث عن لا إله إلا الله ولكن حين حدث خاصة شيعته بحديث التوحيد حين حدثهم عن ولاية علي فلم يشر إلى شروط ولا إلى شرط إنه هو هذا الذي نحن عليه كما قال إمامنا الرضا لسعد بن سعد حين سأله عن التوحيد فقال هو الذي أنتم عليه المضامين هي هي لكن الذي تحدث به إمامنا الرضا كان في مرحلة التأويل أما هذا الحديث فكان في مرحلة التنزيل وهو يوحي إلى حقائق التوحيد في مرحلة التأويل هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بمسمع من جابر الأنصاري إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله حديث في مستوى الأحاديث البرزخية التي مر الحديث عنها ما بين مرحلة التنزيل والتأويل ما قاله إمامنا الرضا هو صريح في مضمون التوحيد في مرحلة التأويل إنني أتحدث عما حدث به أشياعه ولاية علي بن أبي طالب حصني أما حديث لا إله إلا الله فذلك حديث برزخي فيه علامات وبقايا من مرحلة التنزيل ولذا أضاف الإمام الرضا بشروطها وأنا من شروطها أما الحقيقة فكانت في الحديث الثاني في سورة النبأ وفي الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة من سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا الروح والملائكة الذين ذكروا في سورة القدر فإن الملائكة تتنزل والروح فيها في ليلة القدر تتنزل عليهم تتنزل على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والروح في تأويلهم مظهر من مظاهر الحقيقة الفاطمية هذا ما هو كلامي هذا تأويلهم في رواياتهم في أحاديثهم الشريفة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا دققوا النظر في الآية وتدبروا فيها ولو على وجه السرعة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إذن هناك جموع لا يؤذن لها وإذا ما تكلمت فإنها لا تتكلم الصواب قطعا آيات الكتاب لها آفاق فأنا لا أتحدث عن كل آفاقها ولكن في أفق من آفاقها هكذا جاء تأويلهم إنني أقرأ عليكم من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي هذا هو الجزء الثاني وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة 761 الحديث التاسع بسنده عن عبد الله بن حمات عن أبي خالد القماط ورواية ينقلها صاحب الكتاب عن تفسير ابن الماهيار من روائع تفاسير أهل البيت التي فقدناها بقيت منها بقايا تنتشر في كتبنا من الكتب التي يتواجد فيها شيء واضح من تفسير ابن الماهيار وهذا الكتاب الذي بين يديه تأويل الآيات الظاهرة على أي حال أذهب إلى الرواية بسنده عن عبد الله بن حمات عن أبي خالد القماط عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن أبيه الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال قال إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي عليه السلام وهو قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فيخلع قول لا إله إلا الله لأن حقيقته ولاية علي أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى التوحيد هو الذي أنتم عليه أجمل تعريف وأقصر تعريف للتوحيد كل هذه المضامين تشير بشكل واضح إلى الركن الرابع من أركان عقيدة التوحيد إلى الحالة التي سنكون عليها بعد أن تستقر مضامين عقيدتنا بالأركان الثلاثة المتقدمة في عقولنا وقلوبنا فإذا ما استقرت فإننا قادرون في يوم القيامة أن نعلن التوحيد وإلا فإن التوحيد سيخلع من قلوبنا الباقر هو الذي يقول ما أنا الذي أقول إمامنا الباقر يحدثنا عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليهما إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد خلع أو خلع الله خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية عليا لا إله إلا الله حصني ولاية علي بن أبي طالب حصني إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو لها في قول لا إله إلا الله كلامهم نور حديثهم واحد ألا لعنة ألا لعنة وبيلة على منهج مراجع النجاف ألا لعنة وبيلة على عقائد مراجع النجاف ألا لعنة وبيلة على كتبهم العقائدية والكلامية أقرأ الرواية مرة ثالثة أخرى عليكم كي تتلمسوا هذه المعاني في عقولكم وفي قلوبكم نحن نتحدث عن الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية ما ينعكس على ضمائرنا ما ينعكس على مكنون إدراكنا ما يمكننا أن نتلمسه من فطرتنا إنها الفطرة التي يشرق فيها نور علي ساطعا واضحا جليا بينا الباقر يقول إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي وهو قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا هذا هو الصواب وهذه هي الحكمة وهذا هو الحق يا أبا بصير هذه الكلمة التي لو أدركنا حقيقتها لذابت قلوبنا معها يا أبا بصير الباقر يقول له لما جاء من الكوفة إلى المدينة والرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف يا أبا بصير هل عرفت إمامك فقال إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فماذا قال له حسبك إذن حسبك هذا هو التوحيد هو الذي أنتم عليه حسبك إذن حسبك إذن إنني أقولها علي 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 هو الأول وهو الأوسط وهو الآخر وحسب إذن حسب إذن ليس لي وراء الله في دعاء علقمة الذي يقرأ بعد زيارة عاشراء ينقله لنا علقمة الحضرمي ولذا عرف بدعاء علقمة ماذا نخاطبهم ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى أني أقولها علي 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 وحسبي إذن وحسبي وكفى نذهب إلى فاصل اشتركوا في القناة